ازاي سجل المكالمات بدون برامج ده موضوع حلقتنا النهاردة فتابع معايا الفيديو للنهاية السلام عليكم اهلا بكم في قناة ياسمين عشوريات قبل ما نبدأ شرح النهاردة تعملي لايك للفيديو ده والقوة ما تشوف قناتي تعملي اشتراك في القناة ولو عايز تسأل اي سؤال عندك اه موجود عندك على الموبايل اسألني في التعليقات انا برض على كل التعليقات هتسأل سؤالك وانا هرد عليك ازاي بقى اسجل المكالمات بتاعتي بدون ما استخدم برامج خالص يلا بينا كده طبعا المكالمات الهاتفية هروح مع بعض كده على وجه الاتصال بضغط على وجه الاتصال فازاي بقى نفعل التسجيل كده بتدخل على وجه الاتصال وبعد ما تضغط على التلات نوأة دول وبعدين بتضغط على كلمة الضبط بعد ما تضغط على كلمة الضبط هتلاقي القايمة دي وعندك هنا تسجيل المكالمات بابدأ اضغط على كلمة تسجيل المكالمات عندك هنا بقى ازهار الاشعار بعد التسجيل يعني الازهار بتاع الاشعار يجي لك هنا بتفعلها طبعا وهنا تسجيل المكالمات تلقائيا لو عايز المكالمات تتسجل تلقائيا انت بتفعلها لو مش عايز وعايز بمزاجك انت او عايز براحتك انت بتضغط على اي بيجي لك كده الاشعار اللي هو اللي احنا فعلنا ده بيجي لك الاشعار بتبدأ تضغط عليه اثناء المكالمة وكده بتبدأ المكالمة تتسجل معاك طيب انا دلوقتي لو عايز عاملها تلقائي عادي بفعل الاختيار ده واي مكالمة بتجي لك بتتسجل تلقائي. هلاقيها فين? هلاقيها في المكالمات المسجلة. نبقى بنضغط عليها بنلاقيها بقى هنا في المكالمات المسجلة. اي مكالمة انت سجلتها بتلاقيها موجودة في هنا في المكالمات المسجلة. طبعا هنا موقع التخزين وهنا لو عايز بقى موقع التخزين عندك بقى على الممري او على وحدة التخزين الداخلية فعادي انت بقى اختيارك. وبس كده عندك اي سؤال او استفسار اكتب لي في التعليقات وكده تكون خلصنا فيديو النهاردة. يا ربي فيديو النهاردة يكون عجبكم. يا ريت تعمل اللايك للفيديو اشتراك في القناة. كان معكم ياسنين عشور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.